اشتركوا في القناة تدعياتهم خطيرة خلفها قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإنهاء مهام مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الإنسان العام الماضي وفي ظل عدم وجود رقابة من قبل عضاء المفوضية تزداد المخاوف إذا أتنام معدل الانتهاكات ضد حقوق الإنسان ومن بينها معدلات التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز المفوضية مؤسسة رقابية مختصة بحقوق الإنسان ومعنية بمراقبة السلطات فيما يخص الانتهاكات ومجلس المفوضين هو الخيمة الإدارية والقانونية التي تدير وتشرط على هذه المؤسسة وبغياب هذه الخيمة وهذا المجلس بكل تأكيد لن تكون المفوضية قادرة على أداء دورها وهذا ما حدث بعد تموز 2021 وزارة الداخلية جددت التأكيد على انخفاض معدل حالات تعذيب السجناء والمحتجزين بهدف الحصول على الاعترافات بالقوة مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه بعمليات تعذيب السجناء من المحققين هناك إجراءات تتخذ ضد من يثبت عليه قيامه بممارسة الضغط أو التعذيب لانتزاع الاعترافات وكثير من الضباط أحيلوا إلى المحاكم الشرطوية وأدينوا بسبب هذه الممارسات وقال منسق التوصية الدولية في حكومة إقليم كردستان دين دار زيباري إن الإقليم لم يسجل أي حالة تعذيب بأوامر رسمية صادرة عن السلطة القضائية مؤكدا أن شعب الإقليم كان ضحية لعمليات التعذيب بالسنوات الماضية مشيرا إلى أن المسؤولين الحاليين في السلطة بإقليم كردستان كانوا ضحايا عمليات التعذيب قبل عام 2003 وثلاثة